البلاتو هذا الصباح وسعيدة جدا أن نتحدث اليوم على معرض نيبل وعلى شركة معرض نيبل وعلى الصالون المنعقد اليوم من 13 حتى 29 مايه 2022 نيبل حافلة نيبل فيها أجواء سياحية حلوة خاصة نستبشر خيرا بعودة السياحة في 2022 وإن شاء الله موسم سياحي يكون ناجح وناجح جدا نستقبل بحذية سيلحبيب جلسي رئيس مدير عام شركة معرض نيبل أهلا وسهلا سيلحبيب مرحبا بيك مدن فاطمة وكل مشاهدي الوطني الأولى شكرا لك جيت بحذينا من نيبل اليوم جيت من نيبل مرحبا بيك ومرحبا بأهلي نيبل زيدا اللي قاعدين يتابعوا فينا في المباشر وعلى صفحتنا الرسمية إذن نتحطوا على دورة جديدة لمعرض نيبل ترويجا للصناعات التقليدية فيها برشاء الصالون هدية مشاركات عدة من مصر من الجزائر من المغرب وفيها أكثر من 300 جناح حيرفيين وثم صناعات تقليدية أيضا ثم أكثر من 250 ألف زائر زار المعرض هدية منذ بدايته من اللي انطلق يوم 13 ماي تحديدا إذن خلينا نخذ أكثر تفاصيل على المعرض هذا اللي هو في دورة 59 لليوم شكرا نظام فاطمة الدورة هذه دورة 59 إن شاء الله الموسم القادم مش نحتفلوا معناه بدورة 60 لمعرض نيبل الدولي كتاريخ قديم الحقيقة متاع معرض نيبل نعم الستينين ما أنت عمي الستينين إن شاء الله العام الجاي معناه في نفس التاريخ متاع سنة بحوله كما كنت تحكي هو الأرقام تبارك الله عندك معناه عنا 300 جناح موجودين جنسيات مختلفة الجزائر المغرب ليبيا حتى فرنسا أنا زاد أشكون عارض من فرنسا اللي هو مختص في صناعات تقليدية تونسية معناه حاجة جميلة جدا حتى المنتوجات متاعه كانت ممتازة المعروضات مختلفة منسوجات خزف زرعة ترشية اللباس الجب لباس العروسة تجهيزات الكل والأسعار الحقيقة معناه كانت أسعار مدروسة باعتبار كونه تعرف عمناول معناه كانت فترة متاع كورونا حتى المعرض الدولي يصار عمناول شهد إقبال لكن مش بالطريقة متاع السنة دونك للتجار وحيرفين لكل السنة معناه الحقيقة عمناه معناه تخفيضات ممتازة للناس الكل اللي شواء موجودين للأطفال الكبار الصغار نساء رجال غيره وستاندي فيه زادت عمل المعرض الدولي باعتبار سناكا نزل ثم إشكال قانوني قايم مع بلدية المكان بلدية نابل شو نجيوه للإشكال هذية في جزء الثاني لكن حبيت ناخد معاك فكرة على أهمية المعرض هذية معرض نابل أدولي وتحديدا في المكان اللي هو موجود في نابل اللي هو في الشارع الكبير من نابل ودوره في تحريك الدورة الاقتصادية في نابل وتحريك أيضا وترويج للسياحة الداخلية والخارجية هو صحيح باعتبار معناها الموقع الاستراتيجي مع المعرض اللي هو معناها بجنبل بحر وفي وسط نابل ضونك الحركية الاقتصادية متعولية نابل الكل هي دي جاء متحركت معناها بمداية المعرض من نهار 13 300 تجانح اللي هم يخدموا في وسط المعرض عندهم علاقة غير مباشرة بنس أخرين معناها ثم أكثر من 2000-2500 حرفي وتاجر عندهم علاقة ب300 اللي هم عاملين عرض ضونك دي جاء اللي 300 اللي عارضين منتوجاتهم وراهم عائلات أخرى تخدم فالرير بلون معناها المنتوجات هذا بالنسبة للعارضين المنطقة ككل المنطقة متع نابل ثم اللي عنده رستورة اللي عنده مقهاوي معناها التنشيط الداخلي متع ولاية نابل الكل حسيناها تبدل معناها من نهار 13 وخاصة طوميش والحرارة معناها مرتفعة شوي طقس معناها يشجح حتى عن خروج والبحث عن فضاء الأطفال نابل هي وجهة سياحية نابل والحمامات معناها معروفة معناها أكثر المناطق انتلاقة ممتازة للمرسم السياحي لأنه هو مؤشر ليه تستقطب السياحي هو مؤشر المعرض نحن نخذوه معناها كمؤشر للحركية السياحية سواء الخارجية ولا حتى الداخلية باعتبار معناها الناس تنشي وتجي ثورتنا شوي من الكورونا معاش عالنا مشكل معناها كالخوف وكالكمامة وغيره معناها العباد والتي متشجعة أكثر مش تخرج خاصة نسبته لحد معناها تم إقبال كبير برشا وصلنا نهارت لحد أكثر من 6 ألف زئر اللي هو رقم معناها مشجع ومتميز احنا نفرح عليش لأنه خلف العملية التجارية اللي نساوقوها كمعرض نابل الدولي ثم زادة جمعيات معناها موجودين يعطيناهم فضاء خاص اللي هم عالقاسين الحركة العضوية اللي عندهم مرضى التوحد معناها برشا أمراض معناها برشا جمعيات لها بصغار هذومة وعندهم منتوجات دونك الجانب الاجتماعي والنفسي مثل إحاطة بالأطفال هذومة من دول إحتياجات خصوصية دي جاء عندهم جناح يعطيك صحة دونك حتى الناس اللي بشي جي وغادي ويشجعوهم معناها حاجة ممتازة عندك مئة صغيرة في سنتر مثلا ومخرجين معناها منتوجات توليت يو بريفير تاخو من عنده هو حتى خطر سعر رمزي أما تخير تشري من عنده هو خير من تشري معناها حاجة تجارية حتى أولونه شي مكش بشي تستعملوا دونك الجانب هذين الاجتماعي نحث النس كل بشي يجووا معناها معرض نابل الدولي مرحبا بالنس كل يركزوا خاصة على الجانب الجمعيات يمطع الأطفال هذومة ذوي الحاجة الخصوصية تزور نابل وتزور الفضائيات الموجودة في نابل والمناطق الساحية أكثر موجودة في نابل تلقى برشة حرفيين تلقى برشة ناس التجار أيضا يبيعون منتوجات غالبا هي منتوجات تهم قطاع الصناعات التقليدية اللي يتأثر بدرجة كبيرة نظرا لغياب السياحة على امتدات سنوات كبيرة وامتدت التجار هذو معانيو برشة معانيو هل أنه يمثل معرض نابل فرصة لهم سواء كانوا مشاركين فيه أو غير مشاركين بالنسبة للحرفيين خاصة المختصين في السنة التقليدية احنا عملنا لهم معرض يجاه في شهر مارس سبيسيال مون للمعروضات تصنيات التقليدية فقط تمشت نوعية متع تجارة أخرى والحقيقة معناها تحركوا خطر معناها ثم حتى من شهود لعيان متع التجار برواحة مهدومة ولكن احنا إذا شاركنا في معرض نابل نخدم عام كامل خطر مش لفت بشي بيع وقت عندوا لكارد فيزيت يشوفوا لبرودوي دونك التونسي إذا حاجة تعجبوا تونسي ذكي ويعرف شنو يختار ياخد لكارد فيزيت ويجيهم بعد شهر ومبعد شهرين دونك رأوا الاستثمار التجاري في السنة التقليدية موش وقتها مربوط فقط بكل مدة العرض وإنما يمتد عن كامل لبروفو نيك أنه في الفين وعشرين وقت اللي ما عملوش معناها مع الصناعة التقليدية باعتبار جائحة الكورونا اللي معناها خليت الفضائيات الكل مغلقة ما تتميش معناها معارض تأثروا بتأثر معناها كبير برشة عكس الفين وعشرين يصار فيه المعارضة صنة تقليدية دونك تشجعوا بش يزيدوا يشاركوا في المعارضة في الفين واثنين 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 اللي هما يمثلوا الأصالة ويمثلوا تاريخ متاع البلاد دونك من بابي أولى بش نحافظوا على مواطن الشغل المتاح ونحافظوا لك الصناعة هذيك اللي هما معناها عندهم تقنيات عندهم معناها إرث ثقافي في الصناعة التقليدية يزموا يتعدى معناها من البول ولده وغيره دونك يزموا يتحافظ عليها السيركتور هذيك الكل ومعناها هي ثمن غير مباشر اللي هم مرتبط بالجبة مرتبط باللباس العروس كما كنت نحكي لك ما هو شلفات بشتشوف البرودويفيني وحده معناها فيه عارض البرودويفيني هذيك فيه ستة وسبع من الناس خلين وراف لغير بلو دونك اللي نفهم زيدا منك الهناسي الحبيب جلاسي دونك المعارض اليوم قاعدة تشتغل على مدار السنة يعني تقريبا معناها فما كل بريود فما معارض دونك هذا يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في الجهة خاصة دونك نتحطوا على معرض الصناعات التقليدية اللي كان قد انتضم في شهر مارس واليوم ثم المعرض دولية الدولية في نابل اللي ينتضم من 13 حتى 29 ثم مشاريع معناتها برمجة لمعارض أخرى صيفية وبعد الصيف موجودين عنا زوز معارض أخرين إن شاء الله معناها في جويليا في أوت ثم زوز معارض أخرين وإحنا مضابين حتى الكالوندري باش نكبروا به شوي خاطروا المعارض باش نكونوا متفاهمين مضابين فاطمة هي ثم الكالوندري ناسيونال تعمل معناها على مستوى وزارة التجارة وثم لجنة اللي هي تحدد معناها جملة المعارض وتواريخها علاش باش ميدخلوش المعارض معناها كونفليدان تيري باش ما هذي ميأثرش على الاخر ونس كل تنجم تخدم لغة الكالوندري ناسيونال مرتبطة أساسا بوزارة التجارة وتنمية الصاديرات في إعداد البرنامج الوطني أحنا عنا ستة دورات بالنسبة لفين واثين واثين وعشرين اللي هم معتمدين ومعناها وفاليدي من المسارح المتعالي وزارة إن شاء الله في الفين وثلاثة وعشرين كان حينا ربي عنا أفاق أخرى عنا معروضات أخرى مش بش تنشط بركة من ولاية نابل وإنما بش تحاول تخدم أكثر معناها على المستوى التشغيلي خاصة حميري شهادة العجل دوك عندي معلومات أن الحجوزات في النزل سواء كان في نابل وإلا في الحمامات معناتها براتيكمون توا نجم نقوله ومعناتها وصلت للمستوى عالي وعالي جدا نتوقع موسم سياحي بش يكون حافل أسناء وجهة نابل بس تزيد تحفل أكثر إن شاء الله مع هذا أنتوما منظمين معناتها معرض في الصيف وإلى زوز معرض زوز معرض بش يكونوا في الصيف لنحب نتوقف على إشكال إشكال أن المعرض هذا يقعد يساهم في الدورة الاقتصادية في تحريك الجهة في تحريك زادة القطاع سواء كان صناعات تقليدية وإلا معناتها قطاعات أخرى معناتها اللي موجودة في الجهة نظرا لأن الزوار والمتوافدين على معرض نابل معناتها عددهم كبير وكبير جدا ومعروفة نابل معناتها اللي يخمم أنه يهبط لتونس أول وجهة يخمم يمشي لها الحمامات وإلى النابل دونك لهنا المعرض هذية كان في شهر مارس ثم قرار يعني لهنا إيقاف المعرض شنو السبب بتحديد أنا سيلاح بي والله مدام فاتمة هو الموضوع قديم معناها موش جديد من عام 65 الإشكال البلدية نابل معناتها تحتاج بشهات ملكية متع العقار اللي موجود عليه الفضاء بمعرض يعني البلدية متعالجية من وقتها في الساعة تحتاج هي هي بدأت تحتاج ما عندهش برشة بدأت شوية منوشات صغيرة من الأول لكن من عام ناول من أبارتين في الفان في الفان في الفان ولثما قضايا معنا قضية بين الساعة واخرى قضية استعجالية كل مرة معناها عن قضية معناتها تقول أن المعرض في موجود المعرض للأرض هذيك العقار هي ملك للبلدية ملك للبلدية عندها شدف الملكية لكن المشكل اللي للناس ما تعرفوش اللي أمر الانتزاع اللي صار معناها قبل عام 1965 أمر الانتزاع كان لفائدة شركة معرض نابل ولم يكن لفائدة البلدية هذه حاجة النقطة الثانية دفع المال اللي هو متع التعويض متع الناس اللي خرجوا من العقار هذك دفعاتهم دفعاتهم الشركة في موقتها ذا سك مسجل ومودع بيقبض نابل فيه 14.000 دينار و 665 حاجة هكا في الوقت هذك في 1965 أمر الانتزاع كان لفائدة شركة معرض نابل وشركة معرض نابل هي اللي دفعت المبالغ التعويض للناس اللي عندهم الملكية متع العقار نور مرمون وقتها يصير بساج متع الملكية للبلدية بالتنسيق مع البلدية أنا ذاك وقتها باعتبارها وقتها معنا السلطة المحلية المشرفة على البلسة الكل الشركة من كور دون كونسيتيسيون مزال كيسر الاستاتيو معناه وخرج دي جاف الريد الرسمي دونك تحوزت بيه البلدية على أساس من بعد بشتعمل عقد إحالة لفايت الشركة جيتكم توقعت لكم المعنتها العقار متاعي وحجوم من العقار والمعرض يخرج منه جاءوا في دور صناعات تقليدية عاملوا بنا قضية بين ساعة وآخر معنا نحن نتحوز صناعات تقليدية نحب نحوظ ومعناه في الحجوزات وبدأنا نحضر فلسطن وبدأنا نعلم في كل شيء جاءوا قبل بجمعات من المعرض عملنا قضية بين ساعة أخرى معناها قضية استعجالية الحكم بين ساعة وأخرى بشيكونا خرجونا القرار وقت على أساس إيقاف المعرض باعتبار معناها سفات في الملكية عقبناه القرار عمنا إشكال تنفيذ على مستوى محكمة استينيف وعمنا استينيف الإشكال التنفيذي حطينا فيه البرهين الكل اللي العقار روما تبع الشركة مش تبع البلدية دفع الأموال بتاع التعويض روما كان من الشركة مش من البلدية عنا شهادة من البلدية نفسها تثبت أن العقار الذي عليه الشركة هو على ملك الشركة مش على ملك البلدية شهادة من البلدية مش شهادة من مبلاسة أخرى نحطينا وثيقة وعلى ولو الحمد لله قضاء العادل أنصف هنا باعتبار حاجتين أولا المؤيدات القانونية متاعنا كانت مريقلة أمر الانتزاع كان لفايدتنا واثنين ثمجان باقتصادي واجتماعي معنا لم ترعيه البلدية ورعاها القضاء هو أمر الانتزاع للمصلحة العامة ولمصلحة العامة وين البلدية فيها هنا تم الانتزاع لفايدة المعرض وليس البلدية لحقيقة سيلة حبيب أنا ديما نتسأل وهذا موضوع كبير ومنذ الثورة كل مرة يجيب أحدنا حتى وزير أملاك الدولة ويجي وبحثنا معناتها من السلطة يعني الجهوية وإلا المحلية الموجودة في البلاد وحتى حد ما يعطيك معناتها حاجة واضحة علش اليوم دور السلطة المحلية اليوم البلدية هذية وقال لي خذت الوطنومي متاع أنه تكون سلطة قرار هل أنه لخدمة الجهة وإلا للتسلط على المواطنيين وإلا للتسلط على الشركات الحقيقة هذية ملف يجب أن يفتح ويجب أن يتم النظر فيه مش البلدية فقط قعدة اليوم تتسلط على الشركات هي تتسلط أيضا على مواطنيين ثم برش أراضي على ملك مواطنيين اليوم البلدية تجي تحط مثلا فضلات في الأراضي اللي هي على ملك مواطنيين وإلا تجي تحط أيضا معناتها تقول لك الأرض هذي كامتاعي وبش نتحوز بها وبش نعمل أمر انتزاع يعني هنا القانون واضح معناتها أي شخص عنده شهدة ملكية متاع أرضه وإلا متاع ملكه متنجمش أنتك بلدية تفتكها وإلا تمتزحها ثم قانون ثم تمشي قانون وحتى معناتها أوامر الانتزاع يعني فيها قانون نوطيق فيه تمشي انا أمر انتزاع ربما دون فاطمة معناها من أهلا حاجة معناها الدولة هي التي معناها انتزعت العقار معناها ما عاشتها محديث كنت تتسلط عليك الدولة شنو تأمر وانت الدولة هي لم يخطي العقار ومستعمل الشركة جينتك معناها بلدية محلية معناها من تحب تنتزاع العقار لغايات الله أعلم شنو نعطيك حاجة غرة وهذا سير في كل ولاية الجمهورية رأو جيني برشا مرسلات وتشكيات متاع بلدية المكان تحب تنتزاع الأرض وإلا مش حتى تنتزاع بأمر انتزاع خطر فيه قانون متنجمش تنتزاع يعني لهنا هي تجي تتسلت تتفك البقعة المشكلة لا تتعرش القانون ماذا فاطمة لا تتعرش القانون الحق احنا نفرقه ما بين السلطة العمومية ما بين التسلطة العمومية انت عندك وسائل عمومية رأولي ممارس السلطة العمومية في إطار قانون مضبوط وواضح مش بش تمارس التسلطة العمومية اشنو معناها انت تحب العقار بتاع الشركة نحكي على مثلا شركة متعنا اللي هي مؤسسة عمومية تخلي العقار اللي انت عندك عشرة عقارات اخرين موجودين في المنطقة البلدية ما معناها لا تدور بهم لا تفكهم لا تعمل مسياج احد شيء وحشك بالعقارات مش مقلقين شو معناها نفتكوا العقارات خذ العشرة عقارات الاخرين وبعد يجي تحذف العقار مع شركة معارض نبل هذا من جهة من جهة الثانية ارى التدبير الحر مش معناها تدبير السيء القانون يعطاك تدبير الحر في ايطار المصحة العامة متاع المواطنين اللي هون ساكنين في منقمتاك مش من باب التسلط العمومي باجتمار الصلاحيات الاعتداء على اخرين انت سيلة حبيب الجلاسي انت رئيس مدير عام لشركة معارض نبل وعندك كل معناتها الامكانيات والوسائل القانونية انك تدفع على حقك ومعناتها يعني تدفع على مصالح المؤسسة اللي قاعد تشرف على ادارتها لكن الهنين ثم مواطنين ممكن ما عندهم شو الامكانية هذية باش يدفعوا على حقهم ويقول لك هنا الدولة قاعدة تفكلي معناتها هو كي يشوف بلدية هي الدولة دونك الهنين شنوية يلزم يسير القانون القانون هو فيصل ما بين الجميع واي واحد يتعرض لأي اعتداء ولا أي محاولة ممارس التسلط عمومي راه احنا عنا من القوانين في تونس ما يحفظ حق المواطن بطريقة كبيرة عنا آليات قانونية في تونس من أكثر لآليات القانونية المتطورة في العالم عنا القضاء الإداري موجود في المحكمة الإدارية عنا القضاء العدلي اللي هو مثلا في حالتنا احنا في موضوع مارس معناه كان القانون انتجأتوا القضاء العدلي معناه أنصفنا حتى على مستوى الاستيناف وبالنسبة لدورة معرض نابل الدولي اللي فيها أكثر من 250 ألف زير وفيها أكثر من 300 تاجر مشارك البلدية حاولت إيقاف هذه الدور لمصلحة من احنا توقع من المعرض والعباد جات النابل والتجار خدمه هل هو لمصلحة الشركة دوك هو مصلحة خاصة يعني نوقف في المعرض أنا جستو مو نحط ديما نقاط استفها أنا نبهة سلطة محلية من المفروض تخدم للمنطقة خاصة جستو مو نحبين نفرحوا نوابلية برشة خطر ولاية نابل كما جميع الولايات الأخرى يستنوا في معرض نابل الدولي وكانوا مستبشرين خيرا عندما علموا أن القرار المحكمة الابتدائية في المرة هذه يعني في القضاء الاستعجالي أنصف شركة معرض نابل بإقامة المعرض في تاريخه ومع ثم حتى أسباب بش المعرض تعمل استناف حتى دوك تقول معصم أمكانية بش ثم معرض مع أنت قاعد يشتغل يحبش يشتغل على رواحنا مع أنت عاد المنفذ يقول لك راه أنا نعرف القانون ونعرف وما لنا وما علينا وبيحاول الله بش نديما نحاول ونحاول على المؤسسة هذه ونكبر نشاطها وكما حكيت 2023 إن شاء الله تم عديد التظاهرات اللي بيصير في نابل اللي هي مربوطة بشركة معرض نابل واللي برش عباد ما هو مش منتظرينها سهلا حتى إن شاء الله كل التطبيق لك ولناس زادة اللي تشتغل معاك وللحرافيين والصناعيين اللي زادة يشاركوا في المناسبة هذه خاصة للترويج المنتوجاتهم ولتحريك الجهة على المستوى الاقتصادي خاصة ونحن نستبشر خيرا وقت اللي تبدأ ثم حركية في البلاد وثم زيارات وثم وجهات سياحية وثم أيضا المشاركين يظهر اللي عندكم من مصر المغرب الجزائر يعني مش فيهم معانتها التونيزيين مش شتوينسة فقط من كل البلدين العربية يعني تكساح حسين الحبيب جلسية رئيس مدير عام شركة معرض نيبر شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك احنا مشوا نواصلوا معاكم بعد قليل باش ناخدوا زيدا معانا زميلتنا نادية ارتيبية من القاسرين لكن خلينا نمشوا نعم نطلع لسابرين في المنو لجوغ متاحا وينواصلت في المنو فاطمة باش نكملوا المراحل اللي بدينيهم مبعضنا للمشاهدين بيهن روز يفور هكيكا يتيب في عقله وما نزربوه في الطياب متاعه اللي هنه ذوبت شوية بالكل زبدة باش نحط البصل اللي يتيب فيها كي ما قلت لكم البصل ما طيبنياش مع الحم ما واش موجود في السوس خاطر اينا حبيت نعملوا جوست البصل كراميليزي نزينوهم بعد من الفوق وبخلاف الزينة اكيد بنين برشا هذي البصل باش نحطوه ونوسعو بالنا نقعدو كل مره نحركوه حتى لين يولي كراميليزي مش باش نزربوه مش باش نزيدو السكر فمع بيدي تزيدو السكر خاطر النتيجة تكون اسرع هكيكا باش نخلي البصل اللي هنه يتذبل حتى لين مبعد ياخذ اللون متاع الكراميل هذي البصل لهنه باش نخلي الروز متاعي يتيب فوق الحم عنا لهنه السوس هذي السوس متاعنا هاي كاسيبون ميش كيما نقولو ميش 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 برشا معناتها يعني الظهر مفوحة مزدناهيش برشا ميقعد كل مره نزيد بشوية بشوية باش اللفحات اللي حاتينيهم حاتينيهم ما تذيعش فوصة المي باش نخلي الروز هذي الروز متاعنا باش خلي هوه يفور كيفاش باش نعملو باش ناخدولوش كيما قلت لكم المرة اللولة هذي كبداية ونحطوها فوق الروز ونخليوها كيكا يفور كل مره باش نعودو نفس للمرحلة هذي يعني حتى لين يتيب هذي بالنسبة للروز كل مره باش نهزو مالسوس ونسقيوه بها حتى لين يتيب طوى نجيو للتارت متاعنا التارت فكري اللي باش نعملوها اللي هني عملناها مبعضنا برشة مرات اما كل مره باش نفكركم ونعطيكم كيفاش بنفس الغسات دوباز نجمو نعملو حاجات مختلفة هذيك عليش اليوم التارت متاعنا باش تكون بالفرويسيك بالكراميل الكراميل متاعنا طيب حذر وريدكم كيفاش لازم حتى لين السكر كي منقولو يذوب ياخذ اللون الكراميلي وقت هنزيدو الكريم فريش زتنا زت انا كريم فريش ايباس هذي الكراميل متاعنا ونبعد زتو طرف زبدة وما ننسيوش رشة صغيرة متاع ملح خاطر هي اسمها كراميل بوخ سالي احنا في تونس ما عنيش الزبدة الملح هذي عليش نزيدو رشة الملح هذي بالنسبة الكراميل وليهن هنحضروا مبعاظنا الفون دو تاخت حتيت الهن 60 جرام سكر محور بش نزيدوها الفيرينة هذي نفس الطريقة حتى فساليرة هوا جوز فسالية هوك اكيد نستغنيو ع سكر المحور ونحط الجوز الفيرينة الزبدة لدينا الزبدة متاعنا بش نحطوها زبدة راية بالطبيعة ومش ذيبة ميرة يعني الجوز زبدة راية بش نخليوها تتخلط كي بش نخلطوها تكون بالفاية متاع ربو بالفاية واذا بش خلطوها بيدينة اللحظ ما نستعملو شي دينة هو بالأسح ناخد حاجة نقلو الفيرينة والزبدة لكي لا تتعجن لا تتعجن لغلوتين الفيرينة يتفاعل هذا ما نقول لكم بالنسبة للتارت اذا تفاعل الجلوتين سيب معتش بات بريزة معتش بات متاع تارت كي ما نقول اصلية الهنا حتى لين الفيرينة كلها تشرب الزبدة وبعدها نزيد قابة العظام من متاعنا نجمو نقطو شوية من الفيرينة نعودوها بلوز ابيض مرحي وقلن وزيد تعطي زيدها حاجة تعطي بنا وتكستور حلوية نزيد كعبة العظام متاعنا ونخليوها حتى لين تتلم البات اما مش تتعجن جز تتلم ونبعد بش نحطوها في القلب بمتاعنا الطيب دي جاء القلب حتينيلو البابير كويسان هذية بالنسبة للتار هذية الروز وهذي كالبصل وريدكم المراحل هذوما وانتوما اقعدوا معنا بش كل مرة لنرجع لكم ووريكم الوين وصلنا وش نايا المرحلة اللي مبعد شكرا سابرين شور احنا بعد قليز ده نلتحق بيك نحاول نكمل معك الوصفة اللي اخترتها لليوم لكن قبل هذية كل بش نواصل في استضافتنا وحواراتنا مع ظيوفنا لأثو معنا هذا الفضاء في هذا الصباح بعد قليل نتحدث على المعرض الدولي والصالون الدولي للنفط والغاز قبل هذية كل نخليكم معنا غمي يجيكم بصوت مهدي العايشي ثم نعود نرجع معكم للبلاتو بعد هذا النغام الجميل يجيكم بصوت مهدي العايشي نتحدث على بيترو أفريكا نتحدث على الصالون الصالون هذية اللي بش ينتظم في تونس تحديدا في شهر جوان الصالون هذية اللي يهتم بالنفط والغاز وبش ناخذ اكثر تفاصيل مع ضيفتنا اللي تحضر معنا اليوم في البلاتو مدام بسمة لحميدي أهلا وسهلا ومرحبا بيك منظمة الصالون الطاقة والنفط شكرا نيك على الحضور مرحبا عايشك مرحبا بيك مرحبا بيك مدام بسمة إذن نتحدث على تنظيم المعارض المهنية المختصة واليوم مش تركز على الطاقة الطاقة اللي تحتاجها بلادنا برش الطاقة اللي نقول أن بلادنا كانت منجا للطاقة ومصدرة أيضا للطاقة والطاقات أيضا المختلفة سواء نتحطوا على فوسفات نتحطوا على بيترول نتحطوا على الغاز اليوم نلقوا الانتاج انخفض وانخفض بدرجات كبيرة ولينا نستورد في الغاز الطبيعي بعدما كنا منجين بنسبة 99% ولينا نستورد في الغاز من الجزائر ولينا ننجو فقط في حوالي زون 54% والباقي كل نستورد فيها من الشقيقة الجزائر الانتاج متاعنا من الفوسفات بعدما كنا ننجو تقريبا 8000 طن وصلنا ننجو في 1000 طن اليوم معدل رجعت تدريجيا قرابة 3000 طن لكن ما تجاوز المعدل هذا مزلنا ما رجعنش معناتها للنسبة اللي كنا ننجو فيها في 2010 الانخفاض هذا أدى إلى عجز طاقي وعجز في الميزان التجاري بما أن العجز الطاقي وصل لنسبة 25% يعني كي نفهم لهنا تونس اليوم تحتاج لعودة عجلة الاقتصاد من خلال الانتاج الطاقي تحديدا تحثوا هنا على بيترول وغاز انتو ما تنظموا الصالون الدولي هذي بيترول أفريكا في جوان تحديدا في أي مدة زمنية معنتها محدة خاصة وليش كونت تتوجه أولا يعتبر المعرض الدولي للنفط والغاز والتقات المتجددة هو معرض يهتم الهدف متاعه هو العودة على الاستثمار العودة على الاستثمار هو الانتلاق للاستثمار من تونس وهي نقطة من إفريقيا إلى إفريقيا كما الاسم هو بيترو أفريكا احنا في المعرض الهدف متاعنا أنه إعادة تحيين النشاط يعني قطاع النفط والغاز شهد ركود كبير كيف ما شهد ركود هو قطاع المعارض شهد ركود سنتين متواصلين لكن المعارض الموجودة هي فقط محلية لكن الهدف متاعه 80% من المعرض هو مشاركين دوليين من بلدان إفريقيا عربية وأجنبية الهدف متاعه أنه ينطلقوا من تونس اللي هي نقطة وصل تعتبر للبلدان الشقيقة اللي هي قريبة منها برشا إذا كان بش نحكو على الانتاج وعلى الكمية الانتاج من النفط والغاز لازم بش نحكو على الجزائر وليبيا المعرض هذا إن شاء الله ينطلق من 14 ل17 جوان مدة أربع أيام فيه عرض على 5000 متر مربع يأثوه شركات مختصة في الخدمات خاصة الخدمات التي تخدم القطاع في حد ذاته والخدمات الشركات الخدماتية تهدف أساسا إلى أنه تنطلق من تونس وتخدم في شركات أخرى لتلبية رغبات الشركات الأخرى الانتاج التونسي من الطاقات المتجددة متطور جدا وهنا الهدف والطاقات البديلة هي المستقبل خاصة في غياب الانتاج الطاقي وفي غياب المشاكل الموجودة في القطاع لكن القطاع هذه متع النفط والغاز كيف المعارض شهدت فيه ركود إن شاء الله بالدورة هذه متع بترو أفريكا اللي تكون دورة تونس دورة أفريقية 100% ودورة أفريقية بامتياز تضم أكثر من بلد أفريقي انطلاقا من نيجيريا الارديسي كونغو الجزائر ليبيا موريتانيا تونس اشتغلنا أكثر على الجانب العلمي اللي هو جانب محفز وجانب فيه كل المشاكل بشيحكي على القطاع من أي تزيد معناها من المشاكل اللي بديت قبل الكورونا وبعد الكورونا واللي نعيش فيه وشنو الحلول البدائل البدائل اللي بشي تكون التقات المتجددة وتقات البديلة كذلك عندك يوم مفتوح لإفريقيا الهدف منه هو تجيع الاستثمار والعودة للقطاع وإعطاء قيمة مهمة لكل جانب من الجانب الطاقي مش فقط نفط وغاز وإنتاج لكن هناك القطاع الخدمي اللي تونس تمتاز به والقطاع الخدمي ممكن نصدروه والهدف منه أنه احنا نجيبه إفريقيا بش ننطلقه من إفريقيا بش ننضيعوش الوقت نبقى وللوجه على مستثمرين أجدد بش نلوجه على ناس تستكشف حاجات جديدة خلينا ننطلقه احنا ونستكشفه من بعيد ونجيبه ونرجعه بالعودة على الاستثمار التونس اتحدث له هنا مدام بسمة الأحميدي على الطاقات المتجدة والبديلة وإحنا منذ سنوات نتحدثه على الانتقال الطاقي إلى أي مدى نجحة تونس في انتقالها الطاقي وهل أنه نجمة تمشي خطوات في الانتقال الطاقي أو أنه الصعوبات مزالت كبيرة والعرقين موجودة ومزلنا إلى حد اليوم لم نتجاوز نسبة معينة في الانتقال بل أنه ثم بلدين أخرى هربت بنا في الانتقال الطاقي احنا تونس ديما تبقى تونس بادرة خطر هي دايما تونس تبدأ يعني سيفري أنه فم بلدين أخرى خدمتهم الظروف لكن تونس أنا رأى أنه بعدد الشركات اللي في الطاقات المتجددة بالتكنولوجيا اللي موجودة الحديثة بالاستطلاعات بصفر لتوين سيسفروا برشا ويستكشفوا ويشوفوا أنا نشوف تونس هي في المرحلة الصحيحة ومتجها نحو الطريق الصحيح لكن لازمنا شوية وقت ولازمنا إمكانيات لأنه الطاقات البديلة بلدنا فيها الشمس الجنوب متاعنا يزخر بكل برشا شركات في الطاقات البديلة ولكن يبقى الإمكانيات هي اللي تغلب شوية نقصنا إمكانيات حتى نتطوره سيفرية برشا بلدان في تونس يعني شنو الصعوبات اللي اليوم نواجهوها على مستوى معناتها عدم تركيز الطاقات البديلة والمتجدة نتحدث لهنا على الطاقة الشمسية على طاقة الرياح اللي هي تنجم تكون بديلة للطاقة الكهربائية تعرفوا اليوم معناتها حتى مع غلاء الكونسوماتيون متاع الفاتورة متاع الكهربائي يعني اللي كان حتى يستهلك وتجيه الفاتورة 400 و 500 دينار ذول يتوقع متوقع أنه بشتولي في 600 وال800 واللي كان في 800 بتبيع بشتطلع للمليون فما فوق دونك هنا عليش نقول خطوة جيدة أنه تمشي في الانتقال الطاقي في غض تستغل الكهربائي اللي عندك وكل شي تستعمله بالكهربائي لتركز الطاقة الشمسية فوق الدار صحيح التكاليف نوعا ما بشتكون باهضة من اللون لكن بعد بشترتاح نوعا ما من الفاتورة بشتجيه هكا حاجة تكاليفة صغيرة لكن ماهيش حاجة كبيرة برشا دونك عليش احنا بلادنا 365 يوم شمس طاقة الرياح زيدا موجودة بكثرة عليش لم يتم تركيز إلى حد اليوم في كل ربوع الجمهورية معناتها لشي سميوهم هما هذوكم المحامل البانوسوليغ المحامل الشمسية اللي تنجم تخزن الشمس وتخزن بها معناتها التاقة من خلالها في غوث تركز على الكوران تركز على الكهرباء تولي تركز على المحامل هذية اللي هي من جهتها بشتجبت التاقة دونك عليش ما مشيناش فيه هذية وحتى كان مشين فيه ما تجاوزناش يعني العتبة متاع عشرة في المياه إلى حدود اليوم اظن انه في تونس هذو ما يمكن اهل الاختصاصي جاوبوك احسن مني اظن في تونس بدأ المشروع في الجنوب عنا اكثر من بلانوسوليغ عنا برشا لكن يبقى تكلفة كثيرة برشا لكن احنا مش فقط الرياح فما المياه فما النفايات ممكن نستخرجوا منها التاقات البديلة لكن انت بجتستخرج من هذو ما لازمك امكانيات مادية ولوجيستية يعني مش سهلة برشا لكن بشوية بشوية نتصور انه مع الوقت الكله في الوعي وكله في الامكانيات نتصور تونس عندها من المهندسين ما يكفي بجتبدأ تخدم يعني حتى الشركات الوطنية اظن هو مشروع دولة والمشروع الدولة ما فاماش دولة في المغرب العربي ولا في شمال افريقيا ولا في افريقيا ولا حتى في العالم ما تتمتعش بالخاصية متع انها 365 يوم من شمس اللي هي بجتستغل وانتي تعرف اني كانت تشوف الجنوب التونسي فيه اكثر من بانو سولاغ ومزالوا المشاريع في حيز تنفيذ معناها ماكتعرف تونس سوا في مرحلة وما قالوا معنتها في مرحلة متع سنة 2030 على الاقل يوصلوا معناتها لنسبة 30% استغلال معناتها بالطاقات البديلة دونك الهنا اللي نفهم منك السالون هذي يوفر فرصة كبيرة سواء كان للشركات ولا للقاءات ولا للغلاصيون دو بارتناريا معا سواء كان شركات ولا مؤسسات زيدة تونسية مؤسسات افريقية دونك الهنا شنو ينجم يساهم لبلادنا خاصة هو المعرض في حد ذاته اسمه محافز بترو افريقا نفط افريقيا يعني المعرض هذا يجيب افريقيا ينطلق من تونس وبعدها يمشي ليبيا ونيجيريا الاختيار للإسمه هو اختيار لعود الاستثمار على تونس قبل كل شيء هو فيه سبعة محاور المحاور الأول هو العرض العرض هو فيه أكثر من شركة أكثر من 120 شركة من تونس وخارج تونس هذو شركات فيهم شركات مختصة في التنقيب شركات مختصة في الاستكشاف شركات مختصة في التقات البديلة والتقات المتجديدة شركات مختصة في النقل في الترانسبور وفي برشا حاجات ليهوم الخدماتية فما برشا حتى مليوني فورم معناها متاع السيكوريتي فما شركات المرحلة الثانية في المعرض هو عندك 27 محاضر 27 محاضر على يومين 14 15 و16 نصف يوم هذو ما فيهم أكثر من محاضر دولي ووطني من خيرة مختارنا معناها في تونس ناس مختصة في النفط والغاز والتقات المتجديدة دعوة للناس الكل لأنه الجانب العلمي مهم برشا عندك يوم مفتوح لإفريقيا ينقسم على اثنين في الصباح عن سينيغال لأنه سينيغال اختيار صائب لأنها في وسط إفريقيا ولأنها وجهة مش نحكو فيها على نوع من الطاب الغوند مش يحكيو على الانتلاق في الاستثمار من داكار إلى إفريقيا من تونس الارديسي كونغو هي بلد فيه وجهة توانسا يمشوا لكن حد ما يسمع حد حد لا يسمع بيهم نستخدم في خفاء لكن المرة هذه ارتأينا أنه بشيكون ان شاء الله الوزير الطاقة متاعها موجود بشيكون كذلك هو يوم مفتوح للارديسي كونغو للتشجيع الاستثمار وجلب أكثر شركات تونسية وشركات أجنبية مع الوضع العالمي اللي انت تارف معناها الآن قطاع الغاز هو أكثر حسن مع الارتفاع مع برشة حاجات تغيرت الخريطة وتغيرت كل المعطيات وصارت الوجهة الآن كيف نحمو أمنة الطاقي مش أمنة الغذائي وحاجة ثانية عندك يوم مفتوح للمرأة المرأة في الطاقات المتجددة المرأة في الطاقات المتجددة هنا بش نحكو على التنمية المستدامة على دور المرأة المرأة تخدم وراء الكمبيوتر وما تشوفهاش لأنه بالنسبة للعالم والمجتمع وبالنسبة لأي بلد بلد أنه المرأة هي ما عندهاش دور في الشارع يعني سيختغع لكن المرأة الآن صارت مهنسة المرأة صارت عندها دور مهم في الطاقات تخدم وحد لا يعرفها لكن عنا يوم مفتوح هذا بش ناقش دور هذه دور المرأة كذلك كيفاش عليش ما نعملوش احنا جامعات مختصة فقط نخرج منها مهنسين في الطاقات المتجددة وطاقات البديلة عندك يوم كذلك مفتوح احنا منسينيش حتى الستارتابير اللي هما شركة صغيرة ومتوسطة هذوما العالم الكل تغير صار يخدم الكل على الديجيتال معناها احنا علاش الآن عنا تعرف اللي لسيرونس متاع النفط والغاز تتكلف برشا مع الكورونا الناس تعلمت الدرس احنا توا في تونس عنا أكثر من تكنوبول والتيكنوبول هذوما وجامعات مختصة عندهم دي ستارتاب دي نوفو انتربرونر ينقصهم الامكانيات الامكانيات هذه بشي يستخرج لك حاجات جديدة اللي هو احنا الشعار الأساسي هو بترو ديجيتال افي نوفوتي التكنولوجيا ودورها في القطاع النفط والغاز تقاط البديلة يعني ممكن انتي تستكشف عن طريق درون تستكشف عن طريق معناها حاجات جديدة تبعثها من غير متعب وهي خاصة معناتها اليوم في تونس الشركات المنتصبة في قطاع النفط والغاز اغلبها شركات عمليقة وشركات اجنبية جيت القاية اللي يقول عليش دونس معناتها معناتها بشركاتها اللي هما زوز شركات تقريبا لتاب وعندك زيد الجروب شيميك دونك ما تنتصبش لحسابها الخاص لانه تكاليف الاستكشاف بعضة وبعضة جدا تكاليف الاكستركسيون والفغاج زيدة تستحق معناتها امكانيات وتستحق الات كبيرة وعمليقة هذيك عليش معناتها نلقاو الشركات الاجنبية اللي هي معناتها تنتصب وبعد معناتها الباق دو مارشي معناتها تونس تاخد نسبة ونسبة من الارباح زيدة تاخدها الشركات العمليقة هذي بحكومة ما نلقاو الشركات افريقية ما هيش منتصبة في تونس هل انه تونس ما 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 خمتش انه تطور علاقاتها مع الجانب الافريقي او انه اليوم وقت اللي هي افريقيا معناتها لبيديمين معناتها 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 بلدين المناجم الكل تلقاها في افريقيا دونك لهنا وقت اللي التونس زيدة عندهم شركات معناتها اللي هما يخدموا الحساب الخاص كانوا ينجموا زيدة يطوروا عملية الاستكشاف وعملية التطوير هذية في علاقة بالاستخراج متع البترويد علش ما خموش زيدة الشركات وقت اللي ما قاوش حظهم في تونس يمشي للافريقي نخلي لك المجال باش تخمم في السؤال بتاعي باش نمشي ناديا ارتيبي من القصرين ناخذها معايا في المباشر بما انه حاضرة معنا ناديا صبح النور اهلا وسهلا تحية طيب لك طبعا اليوم كيف ما هو معروف انه تقريبا القصرين تعيش اليوم دون خبز خاصة في وسط الاضراب اللي تم اعلن عنهم قبل الغرفة الوطنية للمخابز لمدة ثلاث ايام عنا مية وثلاث مخبزة منطوية تحت ضالة الاتحاد الصناعة والتجارة في ولاية القصرين في اضراب عن العمل اللي يخلي اهي القصرين دون خبز مبدئيا لمدة ثلاث ايام خاصة انه فما جلسة حاليا في الاتحاد الجهوي ممكن انه تكون مخرجات امتاحها اما لغاء التعليق الاضراب او المواصلة في الاضراب بش نخضو اكس تفاصيل مع سيد عبدالله الفريدي رئيس غرفة المخابز بولاية القصرين وعضو الغرفة الوطنية المخابس عبدالله مرحبا بيك 13 مخبز اليوم في وليد القصرين مبدئين في اضراب تقريبا 450 الف مواطن في جهة القصرين اليوم دون خبز نخرج اهم الاسباب لدفعتنا للاضراب وفهم اشتجاوب مبدئين خاصة نشوف انه فما جلسة منعقدة مع السلطات المركزية لتجاوز هذا الاشكال نعم هي اهم الاسباب هو الاضراب عن ابداء اليوم في القصرين وعلى مستواجهه على فكرة في وليد القصرين بارك ليموت ثلاث ايام اليوم وغدو وبعد غدو اهم الاسباب هي مطالبنا واضحة وعرفها الرأي العام والسلطة بالاساس المطلب الاول هو صرف مستحقاتنا المادية المتخلدة عندها 12 شهر لدى السلطة بالاضافة للمطالب اخرى المطالب اخرى مثلا هو تطبيق القرار نوفمبر العديد من الاشكاليات على مستواجه احنا ما ممشينا في الاضراب رأي مش حبا في الاضراب الا ما لان اصبحنا عاجزين على دفع مستحقاتنا من فتورات الماء والضوء وسنة السياس وغيره احنا الفارينة اصبحنا عاجزين باش ننخلص فتورات الفارينة هذا اللي دفعنا الى انه ندخل في اضراب حليل شوفوا نوفمى جلسة منعقدة فيها كل اطراف تقريبا مع صداء انه فما معناها تواصل مع الجهات الرسمية او الوزارات المعنية لتجاوز هذا الاشكال فما بوده خير نعم هو توعنا جلسة عامة ضم كل الـ 113 صاحب مخفزة موجودين توفي مقر الاتحاد احنا اليوم قبل منجول الجلسة عايتولينا في مفاوضات على مستوى مع وزار التجارة كنا في لدار جاو للتجارة مع المديرة الجهوية وصار معنا اتصال مع وزار التجارة ثم بعض المطالب خاصة الجهوية وعدونا وان شاء الله مشينا فيها البقاء فيما يخص صرف مستحقات المادية ترحلت على مستوى وطني وغدوة عننا جلسة مع الوزيرة هذه تبقى الغدوة للتفاوض وليهذا رأى وشوف ممكن على الجلسة التي عملناها مع وزار التجارة في مقر وزار لدار جاو والتجارة مع مدام سيميا ممكن ان شاء الله بعد ساعة يتم تعليق الاضراء تقريبا معناها فما بويدر خير كنا نعيش في أزمات برشاق بل النقص في الفارينة نقص في السميد كوش معناها تخدمك الخبز الكمبريمي معناها جامح وشير وإحنا كان يأخذ خبزة بمئة وتسعين باقيت ولا يأخذ فيه نص خبزة بمئتين يوصل لقمح بثلاثمية وخمسين حتى الخمسمية اللي هو مجوزنا شوية المشاكل هذه بتاعت تزويد مخابز بالسميد يعني بالسميد ولا الفارينة توا أصبحت كمية متوفرة لديك كل مخابز من سميد ومن فارينة يعني هكتشوفي حتى الصف اللي كان الشهرين قبل رمضان نحن عنا خوف انه لانه في فصل الصيف ينزيد طلب على الخبز نتيجة العرس نتيجة المهرجانات نتيجة مكتر حتى عنا العولة بالإضافة راه يقبل الناس تقبل على الخبز أكثر لانه اللوكلات كيما 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 المقارونة غالبان هي اللوكلات في الصيف كلها خفيفة تعتمد أساسا على الخبز هذا عليش عنا مطلب في انه تماشي امكاني يزيدون الكمية قليلة من الفارين قبل كنت عنا تقريبا زوز مطاحن كبرى نتزود منها اليوم وعنا مطحنة في تاليبت لكن ديما نقص كبير في التزود اليوم فما مجالات انه تكون عنا معناها مصادر أخرى لتزويد بالفارين هو بالعكس وقبل من عامل تالي كنا نقض الفارين من كامل مطاح الجمهورية لأصبحت ونزود من تحونتين برك 90% نقض من تلايبت من المطحن الموجودة الوحيدة بالجسرين ومن تحون ديما جفصة السببب هذا يعود إلى الدولة وامكانياتها في توفير الكميات تعل الجمح أصبحت كل تحون تأخذ كمية يعني لا تتجاوز المستهلكين ومنظوريها اللي موجودين بالجهة كيفنا نحن على مستوى القاسرين عنا 113 يعني مثلا الكمية التي تأخذ فيها تحونتنا بالجهة ما متى فيش بالحاجة ممكن ينجموا يعطوا كمية تأخذ حتى من 50% المتعمة خبز يعني نحن لخص أنه فما جلسة ممكن يصير تعليق للأذراب فما مفاوضات يعني نجم نقول أنه تنجم أو بنسبة حتى 60% يتم رفع الأذراب اليوم نعم إن شاء الله صارت مفاوضات جدية وإن شاء الله بعد ساعة 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 ونصف إن شاء الله يتم تعليق الزراب عايش عبدالله شكرا لك على المداخل نذكر أنه في ولاية الجاسرين ضم تقريبا 103 أو بشكل عام 103 أنه مخبز عنه فقط خمسة مخبز اللي هما يخدموه يعني بشكل يعني خواص تبعين منظمة كونيكت قاعدين يشتغلوا في عدد الميناء المعتمديات فما نقص كبير كبير في التزود إلى حدود هذه اللحظات بمداخل الخبز في ولاية الجاسرين تواجه تم اليوم قبل أغلب الناس إلى الكسرة كما نقول فيها خاصة فما برشا محلات اللي يسترزقوا من بيع الكسرة أو الخبز العربي في ولاية الجاسرين فينتظر أنه يتحل الإشكال وأنه نجاوز كل المعوقات التي تنجم تخلي الأزراب متواصل إن شاء الله كما كان يحكي سي عبدالله ساعة ساعتين تنجح المفاوضات في تعليق الأزراب اللي كان مقرن لمدة 3 أيام في ولاية الجاسرين واستئناف عمل المخابز إن شاء الله نقول العشي عاشية اليوم يتم تزويد كامل ولاية الجاسرين بالخبز نرجع لك فاظمة انتظر تدخل الثاني معكم مشكور عندك تدخل ثاني نقطة خارجية ثانية نتحط على مهرجين في القسرين مهرجين شباب بالقسرين نرجع لك وقت اللي تبدأ حاضرة بالتأكيد ونكمل زاد حوارنا لهنا مع ضيفتنا مدم بسمة لحميدي منظمة الصالون الطاقة والغاز نتحط على الطاقة النفط والغاز دونك لهنا نرجع للمعرض هذي اللي بشينتظم في شهر جوان من 13 من 14 حتى ل17 جوان تحديدا وفيه برشة عارضين من مختلف الدول هو معنتها معرض دولي معنتها يضم شركات ملتي ناشيونال بش تكون منتصبة وتجي لبلادنا لهنا تشارك في المعرض الدولي هذي حبيت ناخو معك أكثر تفاصيل كنت قبل ما ناخو المكالمة مع نادية أسألتك سؤال على الانتاج متاعنا والشركات اللي هي امبلونتي هنا في تونس اللي هي شركات ملتي ناشيونال اليوم بسبب انخفاض الانتاج وتراجع الانتاج ثم قبار نفط سكرت الماتريال متاحهم موجود لكن يقول الماتريال اوزي معنش النجم وتعرف المكينة كي ما تخدمش عامين ثلاثة يعني تصدد ومعنش نجم تستغلها بحقان معنش شركات تونسية سواء كانت استخدام أو زاد شركات معنش توينس علش مخموش في الوجه الافريقية وقتلي افريقيا هي بول كبير معنش قطب كبير متاع القطاع هذا اللي هو قطاع النفط والغاز ومعروف معنش بلد المناجم افريقيا بلدين المناجم والمناجم السودية تحديدا دونك لهنا خليني ناخد معاك اكثر تفاصيل هل المعرض يناجم في ان تطور العلاقات الشراكة بين الشركة التونسية والشركة الافريقية خاصة انتما تتوجهوا الافريقيا بيترو افريكا هو عادة شركات المعارض الهدف متاحك يتعمل معرض خاصة لما يكون معرض دولي دولي لازم يكون عندك اكثر من 10% من الحضور والهدف لازم كل معرض تحط اسمه لازم يكون عنده هدف وعنده وجهة وعودة على الاستثمار بالنسبة لشركة المعارض هي شركة خاصة تخدم على الجانب التجاري اما الشركات اللي تأثث المعرض لازم وقت يتشارك في المعرض لازم يكون عندها عودة على الاستثمار اذا كان نرجع لشركات التونسية اللي تخدم لماذا افريقيا لانه كل الشركات التونسية اذا كان مش حتى 70-80% من الناس متواجهة الافريقيا انت تعرف التونسي دي ما يحب ويحب 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 ينتج ويخلص تاو حب يدفع 100 يخلص 500 في وقتها لكن مع الوضع الوبائي اللي اعمل شلال تام للحركات لكلها سنتين التالي بالرغم هذاك الكل انا شخصيا معناها نمشي برشا الافريقيا وبحكم الخدمة متع المعارض جتنا الفرصة بجمشينا حتى الانجولا تونسى موجودين في انجولا موجودين في رواندا موجودين في السينيغال موجودين في اثيوبيا موجودين في السودان مش فقط في قطاع النفط والغاز والطاقات المتجددة في كل القطاعات ياما يمشي بشي بيع المنتوج ياما بشي بيع الصفوارفير ياما بيع الكمبيتنس وإلا بشي يدخل يستكشف حاجة أخرى إذا كان نرجع القطاع النفط والغاز والطاقات المتجددة تونس غنية عن التعريف بخدماتها بلد الخدمات إذا كان احنا نحكو على الشركات اللي هي في الهاشاسو اللي هي في السيكوريتي في الانفيرونمون توينسى سبقين وتوينسى يبيعوا في الخدمات المتاعهم في إفريقيا وفي العالم كله حتى الشركات المنتصبة في تونس وتخدم في ديزينجينيور تونيزيا لازم هذه مستنفعة بالخدمات التونسية نرجع لك على موضوع الشركات اللي موجودة في المعرض إذا كان احنا نحسب شركات احنا بلد إذا كان حتى وكان نحكو على الآبار وعلى استكشاف نبقى ديما تونس مقارنة باللي مقارنة اللي هما فوزان وإلا أفريكان ولا انتغنسيونو تونس هي نقطة عبور للبلدين الأخرى عندها نسبة من الاستكشافات متاعها هذي كممكن بسبب الوضع الوبائي وسبب الوضع لتونس في مرحلة انتقالية مزالت بشوية بشوية وتسترجع قوتها ومكانتها وهيبتها واستكشافاتها وبيعها وكل شيء لكن الشركات اللي موجودة في المعرض تنطلق من شركة تبيع الصبات تبيع النظارات تبيع الكاس هذوما شركات إفريقيا يغيبوا عنها تحبهم إذا كان أنت بش تحكي على بلد جاي شارك في المعرض لماذا تونس وعليه جاي البترو أفريكا أولا هي شركة اللي بش تجي لتونس تعرف اللي هو السوق صغير وتعرف اللي هي نقطة عبور وتعرف من خلال لقاءات الشراكة بين المستثمرين وبين العارضين بش يصيروا اتفاقيات وعقود بش يخليهم يخدموا في المستقبل القريب ممكن تكون الشركة تفتح فرع في تونس للكفاءة وأقل معناها ليسالي غيلسون معناها باع في تونس أقل وتستكشف عن بعد الآن معناها هل سهل معنات العملية لإستكشف عن بعد شوف هو الشركات اللي بش يجو في المعرض بحول الله معناها إذا كان الشركة ناوية بش تعمل مكتب في تونس اللي هو بالخبرة أكثر شركات عندهم فروع في تونس معناها الفرع في تونس هذا فرع موجود بش يكون معناها بش يخدموا لهنا وأكيد إفريقيا مربوطة بكل الموجودة هي نقطة صغيرة معناها عندك الطيارة تنجر متأخذها إذا كانت أقصى حد أقصى حد سبعة ساعات اللي هي في الطيران وموجودة الطيران الحياة الاقتصادية والحركة الاقتصادية ما يحدها حتى شي فقط حاجة أخرى المعرض اللي هو ينطلق من 14 لسبعتاش الأربع أيام هذوما الأربع أيام فيهم كل زائر بش يدخل المعرض وإلا كل مشارك راهوا صالون بروفيسيونال ما هوش معرض تجاري البزنس تو بزنس حاجة والبزنس تو كونسيومر حاجة هذا المعرض بي تو بي بي تو سير هذا بي تو بي بي تو جي هذا بزنس تو جاورمينت اند بزنس تو بزنس هذوما شركات يجي بش يخدم ويعرف أنه أنا جاي للشركة هذية فقط عندي ساعة زمن لقاءات مبرمجة قبل يكونوا احنا منظمناهم وهذا اللي بش يسير فيه لقاءات بش تسير انبغاليل على الأفوار فيها برامج محددة الشركات اللي جايتنا عطاونا شنو المواضيع اللي هما بش يخدموا عليهم وإحنا يهمنا إنه الحركة الاقتصادية ترجع ودورنا كوسيط اللي هي شركة معارض هي وسيط فقط إنها تربط الناس اللي يهمها العودة على الاستثمار وقت للمعرض ينجح الدورة اللي بعدها بش تنجح في السالون شركة الخدمات اللي هما يقدموا خدمات كبيرة سواء كان زيدا معناتها يبيعوا اللي كمبيتنس اللي عندهم تحدثت على السيكوريتي على الانفيرانمان تحدثت زيدا اليوم معناتها على الأقنعة والليباس تعرف أنه العمل في اللي سيت متعلمين معناتها في المناجم وإلا في البترول دونك الهنا معرض للأشعة معرض لل يعني لل الخطر لأنه معناتها الزون هديك تبدأ زون روج معناتها ما عندكش الحق أنت حتى كمواطن عادي أنك تدخل لها يلزم لابس معناتها الملابس الخاصة بالأعوان اللي يشتغلوا غاديك على عين المكان واللي هي زي معناتها متاع بخوتكسيون متاع حماية للجسم من المخاطر متاع الأشعة متاع الكيميوي متاع غيره معناتها من المواد المذرة والمذرة بالصحة الملابس هدوما والملابس الوقائية بش تكون موجودة شركات توين سهية اللي توفرهم بش تحاول أنه تحاول أنه تروجهم في بلدين أفريقيا خاصة هم موجودة شركات اللي تعمل الأكوستيك اللي تعمل إنسبكشيون اللي تبيع شركات اللي تعمل الدراسات شركات اللي تعمل الاستكشافات كيف كيف الشركات اللي تعمل النقل النقل بالPipe النقل بالPipe اللي تخدم على التكنولوجيا عن بعد اللي هي موضوع نقاش كبير في المعرض وعندها يوم كامل على التكنولوجيا ودور التكنولوجيا في قطاع النفط والغاز والتقاط المتجددة عندك بانوبلي من الشركات مختصة في شركات وطنية وشركات تونسية أجنبية وشركات إفريقية شركات ليبية موجودة بكثافة في جناح كبير شركات جزائرية شركات أمريكية أفشار وعندك شركات اللي هي موجودة في تونس وغنية عن التعريف متعرفة اللي تونس معناها شركات الخدمية مش فقط الانيفورم دي سيكريتي وإلا الحماية اللي هي الحماية عندك شركات اللي تعمل السيغتيفكاسيون لو ما يكونش عندك لباس الحماية ما تاخدش شهادة السلامة وما تنجمش تطلع في النور ممتعك كيف كيف الشركات اللي هي تعمل البروكرمينت والماناجمنت اللي هما توينسا ما شال عليهم شركات متع الانفيروندمون متع تريتمند يزو اللي خرجوا أنت تحكي على حماية المحيط حماية البحر حماية البحر من البلاتفورم كيف كيف الهواء وكذلك التزييد شركات التزييد يعني النفط والغاز والخدمات ممكن أن النفط والغاز ما يكونش حاضر والخدمات تكون حاضرة النفط والغاز بش يكون حاضر في شركات الوطنية اللي هي الكهرباء والغاز واللي تاب وإلا شركات تنتمي لشركة الوطنية لكن الشركات الموجودة أكثرها خدماتية تخدم هذا القطاع وشركة الخدماتية هي اللي تجيب المشروع وقت الشركة الخدماتية تمشي وتسافر وتجي وتجيب بارتولير أكيد بشي يصير اللي كنت نحكي لك عليه البزنس تو جافرمنت اللي هو الهدف من الأهداف اللي احنا نحاول ونسترجع ثقة المستثمرين ثقة الشركات اللي دخلت لتونس اللي تونس ما زالت بلد واعد وسوق واعد وفيه من الاستكشافات مش فقط في النفط عنا استكشافات في الفوتوفولتائيك عنا في اللي نغجي سولير عنا في الطاقات الهوائية في الطاقات الكهربائية وعنا كذلك في ديشي متع نفايات تحويل البلاستيك وإلا تحويل النفايات إلى التقرص بديلة خيب يعني 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 صحة مدام بسمة ما ننسيوش زادة الجانب البيئي اللي يلزم التركيز عليه خاصة أنه النفط والغاز صحيح وما معناتها قطاعات كبيرة وتساهم إذا كان الانتاج متاحهم يتزايد ويكثر في أنهم تعب الموارد والميزانية متاع الدولة لكن مع هذه خطرها ومخاطرها البيئية كبيرة وكبيرة برشة خاصة بالنسبة القطاع النفط وقاعدين معناتها نعرفوا الناس الكل شنو يحصل فيه جابس خاصة أنه كل شيء معناتها يتلوح في البحر دون كل هنا مع التكنولوجيا ومع التغير والتطور التكنولوجي إن شاء الله يلقاوا معناتها طريقة طريقة من خلالها معناتها ينقصوا على الأقل من مخاطر النفايات هذية اللي معناتها تنزل في البحر وبختيكموا معناتها الناس الكل في جابس يتشكيوا من المخاطر خاصة التلوث البحري اللي ناجم عنه اللي دي شيء اللي تخرج من النفط دونك لهنا حاولنا أنه نجيوا على الموضوع من كل جوين وناخدوا فكرة شامل على بيترو أفريكا الصالون هذية صالون النفط والغاز والطاقات المتجددة أو البديلة دونك المعرض هذية والصالون هذية بش يتم تنظيمه في تونس من 14 حتى ل17 جوان دونك نحاولوا أنه نواكبوها نقعدوا في المتابعة وعليش ليه معناتها تغطية صوتا وصورة للحدث هذية اللي يعتبر حدث بيرز من نجم يكون كان عنده نفع ودور كبير في خدمة الاقتصاد خدمة البلاد خاصة مشكورة جدا مدام بسمة لحميدي منظمة هذا الصالون شكرا على الحضور نمشي لصابرين قاعدة في الانتظار ناخدوا معاها فكرة وين وصلت ثم نرجع لكم احنا بش نبدأوا مع بعضنا الخبز نوريكم كيفاش بش نحذروه لهنا البات خمرت بالقدي كيما قاعدين نشوفوا تطلع على الفوليوم متاحا هذي البات متاعنا تريع على الاخر كيما قاعدين نشوف تريع على الاخر على الاخر هذيك عليش لازمنا نستعملوا الزيت وقت اللي بش نخدمو كعبة الخبز اول حاجة ندهنو يدينا بالزيت ومن بعد بش نصوبوا الزيت على البلان دو تخافاي متاعنا هنا نهزو هكا البات ناخدو طرف ونحاولو نحلوه بالقدي بالزيت نحلو طرف الخبز كيما نهكا نحلوها رهيفة عن القلية ديجا قاعدة تسخن ونهزوها كيما نهكا هذي الخبزة ونحطوها على القلية نطيب ملفاس اللولة ونبعد نقلبوها هذي اول كعبة نعملو الكعبة الثانية نبدأو نحضرو فيها كيف كيف نصوبوا الزيت كيما شفتو تلسق برشا دونك ما نجمو نحلوها كين بالزيت هذي الكعبة الثانية نحلوها ومن اللحسة نحلو بالكعبة بالكعبة رهو يعني تبدأ الكعبة قاعدة تيب نحلوه لهم بعضا ما نحلوه مش كل ما بعضهم سينوهم بعض ما نجموش نهزوها تلسق نستنيوها حتى دينا تيب نجمو نقلبوها ولهنا عنا الخليط متاع الثوم الزبدة والزيت اللي بش ندهنو بيها الخبز كل ما يتيب كل ما تتيب كعبة ندهنوها معانيتها هنه هذي قاعدة ما زالت شوية نقعدو كل مرة نقلبوها مجهتين حتى اللين تتحمل وتخضلون مزيين وهنه الروز متاعي قاعدة يتيب بريس كتاب هو جوس بش نمريكم الروز بريس كتاب الحقيقة حاولت تنهز اكثر من السوس اللي شابعة بالوفيح للروز خاطر زيت الحم شوية ما بش يتيب هذي الروز متاعنا طاب موش معجن كعبة بكعبة كما نقولو احنا بش خالي جوس تزيد شوية وبعد نهزو الحم يتيب بالقديق ومن بعد نوريكم كيفاش بش تكون البريزنتاسيون بتاع البلا متاعنا هذي الخبز بش نقعدو كل مرة نقلبوه حتى لين يخضلون مزيين ويتيب من الداخل بالطبيعة ومن بعد بين كل خبزة وخبزة كل كعبة يعني وكعبة بش ندهنو بالخليط هذي كي ما قلتلكم انا بش نكمل بقية الكنوتيتي اللي عندي على نفس المنويل هذي ونخليكم انتو معنا غم الموالي يا غليا وما نحسبيك خوان يا غليا ما نحسبيك خوان يا اما يا غليا ويش بثت العاديا نفيك وفييا ما نحسبيك خوان لين نجوم يغيبوا لو كان نشكي لين نجوم يغيبوا لين نجوم يغيبوا البحرين شحوا والصغار يشيبوا يا غليا ويش بثت العاديا نفيك وفييا ما نحسبيك خوان ما نحسبيك شيت جافي ما نحسبيك عنديك حبيب خلافي جلبي على جلها مثل الحليب الصافي يش ما تدل عاديا نفيك وفييا ما نحسبيك خوان يا غليا ويش بثت العاديا نفيك وفييا ما نحسبيك خوان يا اما يا غليا ويش بثت العاديا نفيك وفييا ما نحسبيك خوان اشتركوا في القناة